بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي معكم مبارك جمال في فيديو جديد نستكمل سلسلة شروحات تسويق منتجات كليكبانك وفي هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على طريقة قوية لتسويق أحد منتجات كليكبانك إذن آخي الكريم وختي الكريمة إذا كنت جديد في قناتي فأهلا وسهلا بك هنا في هذه القناة أخي الكريم وختي الكريمة نتحدث عن مجال التسويق بالعمولة نشرح الطرق والوسائل المستعملة لتحقيق أرباح جيدة من هذا المجال إذن أدعوك إلى الاشتراك في قناتي حتى تتوصل بكل ما هو جديد وأترككم على الشرح مرحبا بكم مرة أخرى إذن ما الذي سنحتاج إليه لنجاح في تسويق منتجات كليكبانك كما قلت في الفيديو السابق ستحتاج إلى موقع إلكتروني وستحتاج إلى نشر المحتوى حتى تكسب ثقة الجمهور وبالتالي يستجيبون معك ويشترون عن طريق روابطك إذن هذه المسألة مهمة جداً إذا كنت تستعمل فقط اللاندين بيج فكر في هذا الأمر جيداً وفكر في إنشاء موقعك الإلكتروني الرسمي إذن في هذا الفيديو سوف نرى كيفية تسويق أحد منتجات كليكبانك هذا المنتج قوي جداً وعنده جرافيتي كبيرة إذن حين تدخل إلى حسابك في الكليكبانك تنقر على Marketplace وسوف يعطيك مجموعة من المنتجات لترتيبها حسب الجرافيتي ننقر مثلاً هنا على Find Products وسيعطيك كل المنتجات من جميع المجالات التي توجد على كليكبانك تنقر هنا على Gravity أو الجاذبية وسيتم ترتيب العروض أو عفواً المنتجات إذن هذا هو المنتج الذي اخترت لكم في هذا الفيديو كيتو أو الوجبات التي تساعد الأشخاص الذين يريدون إنقص الوزن إذن هذا النش في تزايد كبير وسوف أريكم ذلك بالدليل إذن هذا هو الموقع إذا أردت أن تفتحه في نفذة مستقلة تنقر على Opening in a New Tab إذن هذه هي الصفحة الرسمية للمنتج نعم هذا المنتج يباع بـ 37 دولار وتستطيع أن تربح 75% من هذا المبلغ إذن كيف سنعرف أو قبل ذلك إذن أنظر هنا إلى الـ Gravity 129 يعني رقم مهم جداً وتستطيع أن تربح يعني ليس فقط عند بيع هذا المنتج بل حين يبيع التاجر منتجات أخرى لنفس الزبون الذي قمت بجلبه إلى هذا المنتج إذن كيف سنعرف أن هذا المنتج مطلوب وقوي إذن هذا هو موقع المنتج ننسخ هذا الرابط هكذا ثم نذهب إلى موقع SimilarWeb ثم Control V إذن هذا هو الموقع تنقر عليه وسيعطيك بعض المعلومات التي ستساعدك ستساعدك كثيراً إذن هذا هو ترتيب الموقع في الولايات المتحدة وهذا هو ترتيبه في هذا التصنيف Health Health Fitness إذن أنظر إلى الترافيك الذي يجلبه هذا الموقع كل شهر إذن هذه هي الأشهر شهر خمسة، ستة، سبعة، تمانية يأتي بحوالي مئة أو أربعون ألف زيارة كل شهر إذن هذا هو مدة المتوسط مقوت الزوار في الموقع أربع دقائق من أين تأتي الزيارات إلى هذا الموقع؟ إذن أنظر إلى هذه البيانات التي ستساعدك حوالي أربع وثلاثون في المئة من الزوار كلهم من أمريكا ستة فاصلة تمانية وخمسون من الهند خمسة فاصلة ستون من الفيتنام كندا، المكسيك إذن هذه المعلومات ستساعدك كثيرا في فهمي من أين تأتي الزيارات والمبيعات لهذا المنتج انظر هنا إلى ترافيك سورس يعني مصادر الترافيك 85.60% من الديسبلي 11% يدخلنا إلى الموقع بطريقة مباشرة إذن هذا الرقم مهم جدا سنتعرف على هذه النوى ديسبلي بالتفصيل إذن هذه هي ديسبلي أدفيرتايزين 85% كما قلنا إذن انظر إلى هذه المنصات الإعلانية كليك بانك طبعا إذن المسوقون يسوقون لهذا المنتج في البوب كاش طابولة بروبلر آتز إذن هذه معلومة جدا ستساعدنا في فهمي أين سنسوق لهذا المنتج إذن سنتعرف على هذه المنصات الإعلانية إذن هذا هو موقع البوب كاش تتسجل فيه كأدفيرتايزر أو كمعلن انظر كذلك إلى موقع طابولة يعني هذا الموقع هائل جدا وسنتعرف عليه هنا في السيميلر ويب ننقل على كونترول V إذن انظر إلى العدد الهائل من الزوار الذين يستعملون موقع طابولة ترتيبه في أمريكا 98 وعلى الصعيد العالمي 87 وفي هذا التصنيف الكمبيوترز إلكترونيكس رقم واحد عالميا إذن انظر إلى هذا الرقم الهائل 563 مليون زيارة كل شهر يعني رقم هائل وكبير وأغلب الزوار لموقع طابولة هم من أمريكا يليهم اليابان ألمانيا البرازيل إذن إذا أردت أن تسوق على موقع طابولة يعني موقع طابولة متخصص في الناتيف آدس وهو أنه يضع إعلانك في مواقع كبرى من النيش طبعا الذي تختاره أنت إذن هذه إحدى مصادر الترافيك المدفوع الذي يستعمله المسويقون الذين يسويقون لهذا المنتج هناك بعض المواقع التي تستطيع جلب الترافيك مجاني منها إذن قلنا هذا المنتج مباع كذلك أو يباع كذلك في الهند تستطيع استعمال موقع كورا وهو موقع متخصص في الأسئلة والأجوبة لكن إذا كنت جديد إذا عندك حساب جديد في كورا حاول أن لا تنشر أي رابط مهما كان لمدة أسبوعين تقريبا لأنه الحسابات الجديدة في كورا يعني مراقبة من طرف برامج كورا حتى يتأكدون أن هذه الحسابات ليست سبامرز إذن في الأسبوعين يعني أول أسبوعين لك حاول أن تتفاعل مع البوستات وتجيب الناس يعني بشكل عادي ولا تنشر أي رابط بعد ذلك تستطيع أن تنشر روابطك التسويقية لمنتجات كليك بانك إذن هنا مثلا سؤال هذا الشخص يعني هو من الهند كما تلاحظون يسأل كيف أستطيع أن أبدأ الكيتو دايت في الهند إذن هنا 17 إجابة إذا أردت أن تجيب على هذا السؤال وتقترح المنتج تنقر على أنصر وتكتب جوابك في هذا المكان وتنقر على سبميت إذن هذا موقع كورا موقع مهم وتستطيع أن تبيع فيه منتجات كليك بانك لكن بعد أن تتفاعل مع البوستات حتى تكسب بعض الثقة من موقع كورا تستطيع كذلك استعمال مجموعات الفيسبوك تستطيع كذلك استعمال مجموعات الفيسبوك مثلا هذا الجروب متخصص في الكيو دايت فور بيجينرز للمبتدئين إنضم إلى الجروب وتفاعل مع البوستات يعني حتى تكسب ثقة الجروب ثم بعد ذلك تستطيع أن تنشر روابطك التسويقية لمنتجات كليك بانك نعم هناك طريقة أخرى التي أحبها وأفضلها على التسويق المباشر حين تنشئ موقعك الإلكتروني وتنشر فيه البوستات تستطيع كما قلت في الفيديو السابق من الأفضل أن تستعمل الليد ماغنيت وهي أنك تعطي شيء مجانا كفري بوك مثلا هنا في هذا المنتج تستطيع تحميل إي بوك من هذا الموقع موقع IDPLR.com تسجل في الموقع عنده مجموعة من المنتجات المجانية التي تستطيع أن تستعملها انظر معي هنا الفري بروداكت هناك عندهم فري إي بوك فري سافتوير فيديوهات مجانية أوديو مجاني يعني مجموعة من الأشياء التي تستعملها كهدية مجانية لبناء قائمتك البريدية إذن تختاروا البروداكت هنا الفري بروداكت ثم تنقر في تكتب في خانة البحث كيو دايت ثم تنقر على داونلود وتحمل تحمل هذا الكتاب الرقمي أنا أستعمل موقع build role لإنشاء lead magnet أو funnel لهدية مجانية إذن هذا هو lead magnet تنقر على تنقر على view لكي تشاهد lead magnet إذن هذه هي lead magnet هنا تضع صورة لهذا الكتاب الرقمي أو الإيبوك تضعها في هذا المكان وتعدل على هذه النصوص كل هذا يعني ببساطة من موقع build role إذن هنا بعد أن يدخل بريده الإلكتروني وإسمه ينقر على get your free e-book هنا يعني يتم حفظ بريده الإلكتروني في إحدى قوائمك البريدية ويتم بعد ذلك يقوم بتحميل الإيبوك إذا أردت أن تستعمل موقع build role سأترك لكم الرابط في وصف الفيديو لتجرب build role لمدة أسبوع بعد ذلك تقوم ببرمجة مثلا حوالي عشرة إيميلات تذهب داتيا مثلا إذا تسجل في هذا أدخل بريده مثلا يوم الأثنين بعد يوم مثلا يوم الثلاثاء الأربعاء الخميس يعني بالتوالي يقوم الأوتوريسبوندر الخاص بbuild role بإرسال مجموعة من الإيميلات لهذا الزائر هذه الإيميلات أنت تبرمجها تجعلها طارة محتوى هادف وطارة رابط تسويق لإحدى منتجات كليك بانك والذي سيكون بطبيعة الحال هذا المنتج إذن بعد أن ترسله مثلا بحوالي عشرة إيميلات أو خمسة عشر أكيد أنه سيتفاعل مع هذه الإيميلات وسيقوم بالشراء في الأخير إذن هذه هي الطريقة التي يجب أن تستعملها في عملك التسويقي إذن فكر في إنشاء موقع إلكتروني رسمي وفكر في إنشاء LED magnet وابدأ ببناء قائمتك البريدية لزوار مهتمين إذن هذا كل ما يتعلق بفيديو اليوم إن شاء الله سوف نستكمل حلقات شروحات تسويق منتجات كليك بانك لا تنسى الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائك اشترك في القناة إذا لم تشترك بعد إذن أراكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته